يسعى الصباحكم أهلا وسهلا فيكم بالتوقعات الفلكية والأبراج وحكينا للأبراج كلها التوقعات الفلكية لشهر عشرة بمختصر مفيد والحلقة الماضية حكينا لبعض الأبراج بالتفصيل هاليوم رح نبدأ بالحمل نحكيره بالتفصيل لكل التوقعات عم نحكي عن الفترة الأولى فقط واللي هي الثلاث أسابيع الأولى من شهر أكتوبر ونصيحة لكل الأبراج أنه بدكم تنتهوا من كل أعمالكم المهمة والقرارات المصيرية بهذا الشهر لغاية 29 لأنه ب30 الشهر المريخ رح يبدأ يتراجع وهذا رح يأثر على النفسية تراجع نفسي ممكن يصير تأخير وتسويف ضياع بعض الأمور التعرض للسرقة للحوادث البسيطة تراجع المريخ بالجوزاء رح يعطينا أمور كثيرة فيها سلبية ولكن بنفس الوقت احنا بحلقة معينة حكينا أيضا عن إيجابيات المريخ ولكن بالتراجع رح يكون السلبيات أكثر من الإيجابيات نرجع لبرج الحمل والثلاث أسابيع الأولى الفترة الأولى صعبة على كل المستويات فيها تراجع رح يصير زيادة بالمسؤوليات وتظهر بشكل فجائي غير متوقع رح تتشتت بدل ما تعيد جدولة حياتك وأعمالك رح تعيش التشتت وهذا بدك تتخلص منه بسرعة فترة خالية من الحظ ولكن فيها شوي الدعم من بعض المقربين عليك مضاعفة الجهود والابتعاد عن العصبية والتوتر تواجه الاستفزاز وانقلاب البعض عليك بشكل فجائي أيضا تجنب خسارة المحيطين يعني يحاول أنه ما تستفز حدا وبنفس الوقت ما تسمح لحدا يستفزك أيضا هاي الفترة بدك تهتم بصحتك لأي عارض يظهر عليك أنه تراجع بسرعة ما تدخل بتحديات به هاي الفترة أبدا ما تظهر أو تعلن عن سلبياتك حتى لو كنت أنت مش مبسوط بدك تضحك وتبتسم ما تحكي أبدا عن مشاكلك ما تبين لأي حدا مهما كان قريب عليك أنك عندك تراجع نفسي أو عندك مشكلة بالعمل أو بحياتك الشخصية كمان ما تسمح لحدا أنه يدخل بحياتك بشكل سافر العاطفة تشعر بالأمان مع العائلة والشريك وأيضا مشروطة هاي الفترة أنك ما تستفز الشريك وما تدخل بنقاشات عقيمة أبدا برج الثور وأيضا الفترة الأولى الثلاث أسابيع الأولى من الشهر تزداد المسؤوليات ولكن بنفس الوقت تظهر بعض الفرص لعمل إضافي أو توسيع عملك أو تثبت نفسك بشيء تقترحه وعليك أنه تعبر عن أفكارك بهاي الفترة بشكل واضح تضاعف جهودك بشكل كتير كبير تعتمد الأفعال وليس الأقوال يعني حتى لو بدك تعمل شيء ما تعلن عنه بدك تباشر بالعمل دون الإعلام لأنه هاي الفترة الأقوال رح تضرك ورح تخلي أمورك تتراجع ما تعطي سرك لحد أبدا أيضا هاي الفترة ما فيها كثير حضوض لبرج الثور تعمل على تعزيز العلاقات اللي رح تساهم بدورها برفع موقعك الاجتماعي أيضا رح تساعدك بالخروج من ضائقة قد تكون مالية في خلاف رح يحصل مع أحد الأطراف قد يكون من المقربين أو من أصدقاء العمل لابد أنه تراجع تعيد النظر كثير قبل ما تتخذ القرار وقبل ما تراجع هذا الشخص بهذا الشيء تعيد النظر بجدولة حياتك إعادة النظر مطلوبة لبرج الثور قبل ما يخطو أي خطوة بهاي الفترة وكمان بنوصيك أنه إذا كنت معصب أو متوتر أو شايف أنه أمورك عم تتراجع ابتعد عن الناس وابتعد عن الصخب وحاول أنه تخرج للطبيعة أكثر تناقش وتحاور حالك بأسباب الوصول لهاي المسألة بردو بعض العلاقات السامة والسلبية بدك تبتعد عنها وما تدخل معها بنقاش أو تحدي العاطفة تعمل بشكل كثير كبير لحتى تحل السعادة عندك تعمل تنازلات كثير كبيرة هاي الفترة لحتى تحصل على الحب والإعجاب من الطرف الآخر والإحترام أيضا احذر العلاقات الجديدة أو العلاقات اللي هي تحت الضوء برج الجوزاء الفترة الأولى فترة جيدة تخدم مصالحك وتقودك للنجاح هاي الفترة تشبه الفترة اللي عشتها بالفترة الأولى من شهر سبتمبر هي فترة تعويض ولكن فيها ربح وخسارة فيها اختيارات صح واختيارات خطأ ما تستعجل الأمور وما تستبق الأحداث وما تحاول أنك تحرق المراحل لحتى توصل لشيء معين خلي الأمور تمشي مثل ما هي وخاصة بالتعاملات المالية الكبيرة بدك تكون حريص على قرارك وعلى أنك تتخذ بعض الاستشارات من ذوي الشأن تنجز الأعمال بدون خطأ مع وجود شوية حظ به هاي الفترة كمان أنت عندك تراجع غير محسوس وغير ملموس ممكن بعيد عن نظرك بتحس فيه بعد فوات الأوان فانتبه للمعطيات وإقرأ ما بين السطور بيكون أفضل المتابعة الصحية جيدة المتابعة المعاملات أيضا جيدة دراسة أو سفر بالخارج فيه متابعات كويسة ولكن أنت والميزان مش بالضرورة أنه تكون بهذا الشهر يعني هذا الشهر تحط النقاط على الحروف بموضوع السفر للدراسة أو للعمل ولكن ممكن يحصل بهذا الشهر أو بشهر 11 أو بشهر 12 هل 3 شهر ممتازة جدا لبرجة جوزة على هذا المستوى عليك إنهاء الأمور الصعبة والمهمة بهاي الفترة لأنه العاشر أيام الأخيرة ما رح تكون بنفس جودة هاي الفترة العاطفة تسعى وتحاول وتقرر بينك وبين حالك أنك تحل السلام العاطفي فتعمل التنازلات وتتصالح مع الشريك أو أنك تنهي السلبيات بطريقة دبلوماسية لحتى تستطيع أنه تعيش الحياة السعيدة كمان بالنسبة لغير المرتبطين من هون لآخر السنة في ارتباط ولكن أفضل الأشهر للارتباط هو شهر 11 و 12 نعم نحكي عن الدورة الفلكية الأولى لشهر أكتوبر ووصلنا للسرطان السرطان أمورك رح تكون ممتازة ولكن في شيء رح يزعجك بهاي الفترة تزداد المسؤوليات تزداد الاتصالات تزداد اللقاءات رح يظهر عندك شيء نتيجة المعطيات الجديدة اللي عم تظهر يخليك عندك خوف من المستقبل خوف من القادم بدك تخرج من هذا الخوف بسرعة لأنه رح يشتتك ورح يخليك تمرق بعض الأمور من قدامك وما تلتقطها فرص كثير ممتازة ممكن ما تشوفها نتيجة أنك عم بتعيش تراجع نفسي لشيء هو ممكن يكون موجود ولكن مش بالحجم اللي أنت عم بتحطه فيه بدك تهدأ وبدك تتحط على ورقة وألم الأولويات اللي عندك تجدول حياتك بشكل صح تعالج الأمور تباعا يعني ما تاخذ كل الأمور مع بعض وتبلش تتراجع أمورك بدك تجدول الأمور وتحلها الوحدة بعد الثانية ما تخلط الأمور مع بعض وما تخلي شغلة وحدة تحصل معك تعكسها على كل المحيطين هذه المسألة بدك تتخلص منها ما تستفز حدا أبدا وأيضا ما تسمح لحد يستفزك بهاي الفترة بيظهر بعض النفاق والكذب بتسمع أشياء ممكن تزعجك بردو بدك ما تتراجع هاي الأشخاص بهاي الأمور تحاول تسمع وتسكت ليجي الوقت المناسب أنك تراجع بهاي الشغلة مع الناس كمان حتى لو حبيت أنه تراجع بموضوع سمعت وهو مش صحيح بدك تكون دبلوماسي إذا ما قدرت تستنى بدك تكون دبلوماسي وتختار الكلمات المناسبة لأنه بعض الكلمات ممكن تقلب الأمر من إيجابي لسلبي المعطيات جيدة شرط أنك تعتمد الهدوء والدبلوماسية ووضع النظام بحياتك وهذا أهم شيء النظام بحياتك هو اللي رح يخليك تستتب الأمور ويخليك تعيش الحياة الصح وتعرف كيف تختار الصح اطلب الدعم وانتبه لصحتك بهاي الفترة أجل كل شيء مصيري للفترة الثانية وتحديدا بالعشر أيام الأخيرة قبل ما تنتهي بدك تكون أنت أنهيت كل الأمور المصيرية العاطفة الفترة الأولى فيه توتر ولكن يعني مو من مصلحتك أبدا أنك تدخل بنزاع أو مواجهة مع الشريك ما تعكس مزاجيتك على العائلة والشريك بهاي الفترة الفترة الثانية هي الأفضل للقرارات العاطفية وأخيرا رح نحكي للأسد الفترة الأولى تحمل التغيير على كل المستويات وبشكل خاص بأفكارك وطريق التعاملك وتفكر وتعيد النظر بسلبياتك شو اللي يوصلك لمرحلة أنت ما حابها وما بدك ياها لإلك رح تتخلص من هاي السلبيات تعمل بشكل جديد وأكثر فاعلية تطرح أفكارك بشكل صح رح تنتبه أنه بعض الكلمات اللي كنت تستخدمها للطالب بحقوقك هي خطأ وتستفز المقابل فرح تختار كلمات مناسبة اطلب الدعم إذا حسيت أنه أنت الأمر اللي أنت فيه هو فوق طاقتك وفوق مقدرتك فترة جديدة وجيدة لتنفيذ الخطط وتفعيلها والانطلاق حتى تحقق أرباح فرص للسفر جيدة وأيضا التعاملات المادية ومتابعة المعاملات جيدة ولكن المطلوب منك أنك تختار الكلمات المناسبة والوقت المناسب لهذا الأمر كمان عندك تظهر بعض الكذب والنفاق حواليك وتكتشف بعض الأمور اللي أنت ما كنت عارفها أو كنت فاهمها خطأ فتبدأ تحسن هذه العلاقة مع هاي الأطراف وتبعد عنها أو أنك ما تسمح لهم بالتدخل بحياتك يكون أفضل عليك التركيز بنجاحك عدم التشتت ابتعد عن كل ما هو سلبي حتى بالأصدقاء والمعارف العلاقات المسمومة بدك تبعد عنها فترة جيدة للمتابعات الصحية وفترة جيدة لغربة لتحياتك على كل المستويات العاطفة راح يكون فيه سعادة وحب وتشعر بالأمان مع الشريك وفترة كثير ممتازة أنك تزيل الهموم اللي كانت موجودة والسلبيات اللي كانت موجودة وغير المرتبطين أيضا فرص مناسب للالتقاء بالشريك المناسب شكرا لمتابعتكم وضايل لنا كم من برج إن شاء الله بكرة راح نحكي عنهم بالتفصيل يسع الصباحكم اشتركوا في القناة